The cube root of irrational number نفتكر بس الأول مع بعض الباور Power 2 5 power 2 equal 5 multiply by 5 يعني معنى الباور إني بعمل repeat للنumber 2 times بعمل multiply لنفس النumber 2 times يبقى 5 power 2 equal 5 by 5 اللي هي equals 25 طب The square root عكس الباور لو أنا عندي النumber اللي هو 25 اللي هو 5 by 5 وعايز أجيب الroot أو the square root of 25 يبقى هفكك 25 5 by 5 يبقى root 25 equals 5 يبقى square root عكس الباور أو كأنه power half يبقى معنى square root كأنها power half يبقى هو power half أو عكس power 2 5 power 3 معناها إيه؟ إن عملت repeat لل5 three times عملت 5 by 5 by 5 اللي هي تديني 125 طب عكس power 3 اللي هو the cube root لو أنا عندي بقى 125 عايز أجيب لها كيوبك روت يبقى ال125 هفككها خليها 5 by 5 يبقى the cube root of 125 equals only 5 يبقى برضو الكيوبك روت عكس power 3 يبقى the square root عكس اللي power 2 والكيوبك روت عكس power 3 أو كيوبك روت معناها كأنها power 1 over 3 power 3 طب the cubic root of 64 اللي 64 عبارة عن 4 by 4 by 4 طب كيوبك روت of negative 64 يبقى negative 4 by negative 4 by negative 4 تديني negative 64 يبقى كيوبك روت of negative 64 equal negative 4 معناها كده إن فيه كيوبك روت لnegative number الكلام ده مش موجود في الsquare root مفيش حاجة سماها square root of negative 4 ما فيش square root لnegative number undefined أو ما تنفعش اتكانت بي أو equal fi ماينفعش أعمل square root لnegative number إنما الكيوب روت آه فيه الكيوبك روت للبوزيتف نمبر هيطلع positive والnegative number هيطلع الكيوبك روت بالnegative أوكي يبقى الصين رول عندي الroot أو الكيوبك روت للبوزيتف نمبر هيديني positive نمبر والكيوبك روت للنغative نمبر هيديني negative number complete كيوبك روت of 27 minus كيوبك روت of 64 طبعا دعا الكالكوليتور هتتحل بس احنا هنبقى فاهمين يعني الـ 27 عبارة عن 3 by 3 by 3 يبقى الكيوبك روت للـ 27 by 3 والكيوبك روت للـ 64 by 4 لأن 64 عبارة عن 4 by 4 by 4 again كيوبك روت of 8 over 1000 ممكن نقسم هنا الroot أو الكيوبك روت على الـ 2 numbers يبقى كيوبك روت للـ 8 over كيوبك روت of 1000 كيوبك روت of 8 by 2 والكيوبك روت of 1000 equal 10 يبقى 2 over 10 اللي هي after simplification طبعا هتديني 1 over 5 find the value of x x power 3 equal 8 لما باجح الـ equation المهم في الـ equation ان انا اخلي value of x الوحدة يبقى انا عايز اجيب الـ x الوحدة هنا اقل مع الـ x الـ power 3 عشان اخلص من الـ power بعمل ايه عكس الـ power 3 ايه هو اللي ساعلين عكس الـ power 3 cube يبقى عشان اخلص من الـ power باخد الـ cube root للـ equation كلها يبقى by taking the cube root to the equation للـ equation كلها طبعا هيبقى cube root لـ x power 3 الـ root هيروح مع الـ power تبقى x بقت لوحدة اوكي طب ناخد بقى cube root للـ right hand side للناحية التانية يبقى cube root of 8 هتديني 2 لان 8 عبارة عن 2 by 2 يبقى cube root طبعا احنا هنحللع الكالكوليترو cube root of 8 هتديني 2 اوكي يبقى نفتكر مع بعض عكس power 2 square root عكس power 3 cubic root يبقى لو عندي equation بx power 3 عشان اخلص من power 3 هاخد cube root كلها طب اجين هنا cube root of x equal 5 انا عايز اخلي الـ x الواحدة الـ x هنا ايه تحت cube root يبقى عايز اخلص من cube root او cube root ده اعمل ايه عكس cube root power 3 يبقى هاخد power 3 للـ equation كلها اوكي يبقى cube root of x power 3 مش لازم اعملها بقى cube root هيطير power 3 او power 3 هتطير cube root تبقى الـ x الواحدة يبقى right hand side 5 power 3 لان انا اخدت power 3 للـ 2 sides اوكي 5 power 3 طبعا هتديني 125 again هنا عندي x power 3 plus 27 عندي حاجتين مع الـ x عندي constant اللي هو 27 وعندي power اللي هو 3 انا عايز اخلص من الاتنين من الـ constant ومن الـ power بحيث ان نخلي الـ x الوحدة يبقى انه اللي بنبتق بيه الاول الـ constant اخر حاجة بتبقى الـ power او root اوكي يبقى بخلص من الـ root او الـ power ده في الاخر مرحلة اخر خطو يبقى هنبدأ بالـ 27 هي plus 27 يبقى نعمل اعشان نخلص من plus 27 subtract 27 من الـ equation كلها عكس plus minus subtract 27 طبعا يبقى الـ side اللي هو left hand side الـ x power 3 بقت الواحدة لان plus 27 minus 27 equal 0 اوكي طب الناحية التانية الـ 0 هعمله minus 27 بقى انا هعمل subtract 27 من الـ 2 sides 0 minus 27 طبعا هتديني negative 27 بقت الـ x power 3 equal negative 27 لسه عايزة الـ x الواحدة نعمل ايه الـ x هنا power 3 يبقى خلص من الـ power 3 ازاي عكس الـ power 3 cubic root يبقى هاخد cubic root للـ equation كلها يبقى by taking the cubic root for the equation الـ x هتبقى الواحدة خلاص والناحية التانية اللي في الـ right hand side negative 27 يبقى cubic root of negative 27 هتديني negative 3 ترجمة نانسي قنقر